اشتركوا في القناة مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقائك عظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلتك ففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لو لا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقتا لذكر البان والعلم أعزاء المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تأملات أدبية يقول البصيري عن سبب نظمه لهذه القصيدة الموسومة ببردة البصيري كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير ثم اتفق بعد ذلك أن دا همن الفالج الفالج هو الشلل النصفي فأبطل نصفي ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملت عليها واستشفعت بها إلى الله في أن يعافيني وقررت إنشادها ودعوت وتوسلت ونمت فرأيت النبي فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة فانتبهت ووجدت في نهضة فقمت وخرجت من بيتي أجمع معظم الباحثين على أن هذه القصيدة واحدة من أفضل قصائد المديح النبوي إن لم تكن أفضلها بحسب بعض الآراء حتى قيل إنها أشهر قصيدة متح في الشعر العربي بين العامة والخاصة انتشرت هذه القصيدة انتشاراً واسعاً في البلاد الإسلامية كانت تقرأ في معظم بلاد الإسلام كل ليلة جمعة وأقاموا لها مجالس عرفت بمجالس البردة الشريفة أو مجالس الصلاة على النبي عليه أبطل الصلوات والتسليم يقول دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وفي الإبحار بعيون الشعر العربي نجد ابن الدمينة هو شاعر بدوي من أرق الناس شعر قل أن يرى ماذحاً أو هاجيا أكثر شعره في الغزل والنسيب والفخر كان العباث ابن الأحنف يطرب ويترنح لشعره واختار له أبو تمام في ديوان الحماسة ستة مقاضيع أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك تعاللت كي أشجار وما بك علة تريدين قتلي قد ضفرت بذلك لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك قفي يا أميم القلب نقضي لبانة ونشكو الهوى ثم فعلي ما بدى لك قفي قبل وشك البين يا ابن تمالك ولا تحرمينا نظرة من جمالك سل البانة الغناء بالأبطح الذي به الماء هل هل حييت أطلال دارك هنا يشكو شاعرنا الصبابة والوجع ولا يطلب من محبوبته سوى رؤيتها وإن فعلت أي شيء بعد ذلك الشاعر هو عبد الله ابن الدمينة والدمينة هي أمه كان شديد الغيرة على زوجته حمات وبسببها قضى طرفا من حياته في السجن وبسببها قتل نمى إليه مرة أن حمات تخونه مع مزاحم السلولي الذي شبب بها في شعره دون ذنب لها إلا أنه أراد إغاضة ابن الدمينة فطلب ابن الدمينة من زوجته دعوة مزاحم إلى خدرها ثم قتله ولكنه قتلها أيضا بعد ذلك لذلك سجن وبعد خروجه من السجن ظل مطاردا من السلوليين حتى كمن له شقيق القتيل في طريق الحج وقتله وفي العامي والفصيح نجد كلمة أشوى وهي في كلامنا الدارج العامي بمعنى أسهل أو أيسر والاستخدام فصيح على صيغة أفعل من الشوى الذي يعني الهيي اليسير هذا ما جاء في مقاييس اللغة لابن فارس كذلك نجد كلمة الدكة وتستخدم في بعض كلامنا الدارج للدلالة على مكان مسطح مرتفع عن الأرض قليلا للجلوس عليه وهو استخدام فصيح أيضا جاء في جمهرة اللغة لابن دوريد أما في لغتنا العربية وعجائب هذه اللغة نقول أسبلت الطريق أي كثرت ثابلتها ونقول أسبل الزرع أي أخرج سنابلها ونقول أسبل الستائر أي أسدلها ونقول أسبل أجفانها أي أرخاها ونقول أسبل الدمع أي سال الدمع ونقول أسبل عليه أي أكثر كلامه عليه ونقول ونقول أسبلت عينه أي دمعت عينه ونقول أسبل المطر أي هطل المطر أما حين نقول أسبل الثوب أي أرسله وأرخاه أما كلمة يقال بصيغة المضارع للمبني المجهول تأتي لثلاثة معان يقال من القول ويقال من القيلولة ويقال من الإقالة في أبيات تنسب للزمخشري ضمن كل معانيها في ثلاثة أبيات يقول أقول لضبي مربي وهو راتع أأنت أخو ليلى فقال يقال فقلت وفي حكم الصبابة والهوى يقال أخو ليلى فقال يقال فقلت وفي ظل الأراكة والحمى يقال ويستسقى فقال يقال ذكرتني الطعنة وكنت ناسيا يضرب هذا المثل في تذكري الشيء بغيره أما قصته أن رهيم ابن حزن الهلالي قام بالانتقال هو وأهله وماله من بلدة إلى بلدة أخرى فاعترضه قوم من بني تغلب وعرفوه لكنه لم يكن يعرفهم فقالوا له خل ما معك وانجو بنفسك فقال لهم دونكم المال وَلَا تُعَرِّضُوا لِلْحُرَمَ يقصد أهله لكن البعض منهم قال إن أردت أن نفعل فألقي رمحك فقال إن معي لرمحة فشد عليهم وأخذ يقتل الواحدة تلو الآخر وهو ينشد ويقول أرد على أقربها الأقاصية إن لها بالمشرفي حادية ذكرتني الطعنة وكنت ناسي كان لرجل ولد فصيح ونحوي اعتلى هذا الرجل يوما علة شديدة حتى ظنوا أنه يحتضر فاجتمع أولاده وقالوا له أتريد أن ندعو لك فلانا أخانا قال لا إن جاءني قتلني فقالوا نحن نوصيه فأتوا به وحين دخل على أبيه قال يا أبتي قل لا إله إلا الله تدخل الجنة وتفر من النار يا أبتي والله ما شغلني عنك إلا فلان فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذج وسلبج وطهبج وأفرج ودجج وأبصل ولوزج فصاح أبوه غمضوني فقد سبقني هذا اللعين إلى ملك الموت وسبقه إلى غض روحي من الأخطاء الشائعة حين يقال أصيب فلان بدوخة والصواب أن نقول أصيب فلان بدوار وذلك لأن معنى داخة في القاموس أي ذل وخضع داخ البلاد أي قهرها ولا تأتي بالمعنى المراد وهو الدوار يقال أيضا تردد على المكتبة وهذا خطأ شائع والصواب تردد إلى المكتبة وذلك لأن الفعل تردد يتعدى بحرف الجر إلى وليس على يقال أيضا شكوت من الهم وهذا خطأ شائع الصواب في هذه العبارة أن نقول شكوت الهم شكوت الهم مباشرة وذلك لأن الفعل شكى يتعدى بنفسه قال تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فلا يصح أن نقول أشكو من بثي ولا يصح أن نقول أشكو من الهم وإنما نقول شكوت الهم مباشرة إلى هنا أعزاء المشاهدين هذه آخر محطة في حلقتنا لهذا اليوم وهذا الإبحار العميق في لغتنا الساحرة المبهرة إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر